أول ظهور لزوج ميار الببلاوي الذي أصار الجدل بعد ما صرحت مع بسمة وهبة ببرنامج العرافة اتطلقت منه 11 مرة أهلا بكم في قناة منوعات بوتة لأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث الترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل شاركة الإعلامية ميار الببلاوي جمهورها على حسابها الرسمي على السوشيال ميديا موقع فيديو رومانسي مع زوجها الحالي المنتج السعودي عبدالله الكاتب وكتبت معلقة على الفيديو زوجي اللهم أدم علي وجودك في حياتي وبعد عنا العيون الحاسدة اللهم أمين فأحدث الفيديو ضجة كبيرة وظهر ذلك من خلال التعليقات الكتير وكان من ضمن التعليقات أن علق أحدهم اموال فن واقل بيا عباس وده التعليق الوحيد اللي ردت عليه وقالت انت لسه فاكر وده كان زوجها السابق وكان زابط شرطة أما المنتج عبدالله الكاتب فهو سعودي الجنسية وده الزوج اللي طلعت مع الإعلامية بس مواهبة في برنامج العرافة قالت حب عمري كله تجوزته واتطلقت 11 مرة ليخرج الشيخ محمد أبو بكر بفيديو وصفها فيه بالفاحشة وبعدها طلعت بلايف تبكي إلى أن أغم عليها في اللايف وكانت ترند من حوالي شهر ولكنها الآن تعيش أسعد أيام عمرها مع زوجها الحالي اللي دايما كانت بتقول حب عمرها والمعروف أن مياري الببلاوي من موليد 24 ديسمبر 1972 ممثلة مصرية ولدت في محافظة أسيوت ولديها ثلاث شقيقات هم أمها ومروة وهالة